بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلاب الصف الاول السنوي وزملاء مدرسين فروع العلوم المختلفة اخيرا تم اللي هو رفع السطار عن منهج العلوم المتكاملة وخلاص فهمنا ان احنا ان شاء الله داخلين على ايه طبعا منهج شكله مختلف تماما عن المناهج اللي كانت قبل كده وان كنت انا شايف ان المنهج يعني الحاجات اللي احنا كنا مستنينا مثلا كمدرسين بيولوجي اللي هو السيل بيولوجي التشوز الحاجات دي كلها اظن ان هو يتم ترحيلها في المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الاعدادية وده بفعلا ظهر في منهج سنقول اعدادي وانه هو يكلم عن برو كاريوت وديو كاريوت اكسل واموره تانية كتير فتعال ما نشوف مع بعض كده بدقايق بسيطة المحتويات بتاع المنهج اه بذلك بتاع التيرم الاول وانه هو فعلا المنهج دسم تمام وبدون مبالغة يعني انا حاسس ان المنهج اواخد الطبيعة زي اللي هي قناة بحيس ان هو بيتم دراسة المنهج او نفس الحاجة من ابعاد مختلفة زي ابعاد الفيزيكس الكيميستري البيولوجي ايكولوجي والجيولوجي كمان احيانا في بعض الموضوعات وكمان حتى بيبقى في شكل جغرافي ويعني فعلا هي فعلا في او لو في تكامل كبير ما بين العلوم لخدمة مفهوم واحد بس موجود عندي اول حاجة احنا لازم نعرفها المنهج بتاعنا متقسم ازاي او الكونت متقسم ازاي احنا عندنا شباب اللي هو حاجة اسمها سيمز اللي هي محاور وانا عندي سيم وان وسيم تو السيم ده حاجة كبيرة جدا هندرس سيم وان في الفرست ترم والسيم تو في الساكن ترم السيم الواحد بيكون جواة اللي هي فصول والشابتر ده متقسم لدروس او ممكن نقول عليها كونسيبس اللي هي مفاهيم زي ما نشوف مثلا في الشابتر الاولاني ده اللي احنا نلاقي فيه ايد كونسيبس او اللي نقدر نعتبرهم ايد لسن تمام لو جينا نبص على اللي هو السيم الاول او المحور الاول الا ان العنوان يعني لوحده كده ضخم شوية بيقولي ايه سستنابلية و ليف ان اكو سيستم اللي هو استدامة او استمرار الحياة في الايكو سيستم. في انظمة البитئية اللي تخون مك relocente مانع suicident علمي تكاملي ماشي؟ يعني ايه منظور علمي تكامل يعني ايه اللي يخل الكينات الحياة تستمر في الايكو سيستم دي. من ناحية كيميائية. من ناحية الفيزيائية من ناحية normally من ناحية الجغرافية. من ناحية كذا هوا ده معنى الانوان. تمام؟ يعني ازاي ان العلوم المختلفة بدراستها بنعرف حكمة ربنا وقدرته وعظيم خلقه ان اللي هو الكائن دا يعيش في المنطقة دي تمام ده المحور الاولان المحور ده متقسم لفورت شابتر زي ما احنا شايفين والفورت شابترز الدول هما محل دراستنا الترم الاول كاملة احنا نركز النهاردة في الفيديو على الاقواتيك ايكو سيستم اللي هو النظام البيئي المائي بس اولاد ويعني كلمة ايكو سيستم بشكل عام لانه ده مهم جدا نحن نفهمها كلمة ايكو سيستم هو عبارة عن اريا منطقة تماما بيكون فيها كائنات حية الكائنات الحية هي كائنات بتقدر ان هي تتغزة تتنفس تتحرك تقدر تعمل وتتكيف في البيئة اللي هي عايشة فيها و اشياء غير حية تماما انت دلوقتي بتكلمنا على ايكو سيستم اللي يكون مثلا اللي هو السي او الاوشن من في اللي هي الاقواتيك اورجنيزم الكائنات البحرية سواء كانت الاقواتيك دي عبارة عن فش اللي هي اسماك كانت عبارة عن بلانتس كانت اقواتيك دي عبارة عن اشكال مختلفة من الانموز اللي موجودة فيها طب ايه هو الووتر اللي هو المية هل المية كائن بيتنفس ويتحرك والكلام ده كله لا ده كمان فيه برضو ممكن تلاقي بعض الركس او الصخور او الشقوق اللي بتستخدمها بعض الكائنات ان هي تستخبه فيها ممكن الاكسجين اللي هو الاكسجين الزائف في المية كل دي عبارة عن ولازم يحصل او اللي هو عملية تداخل ما بين عشان الاكو سيستم ده يبقى او اللي هو زي ما انا قلت كده ان فيه مسلا دي على سبيل المسال في بعض الكائنات بيستخدمها كمكان او اللي هي وتقدر تستخبه فيه تمام اللي هو الغلاف الجوي والطبقات بتاع الغلاف الجوي تأثيرها على الحياة وبعد كده الصويل اللي هي التربة بانواعها في استدامة البيئة تمام تمام اركز النهاردة بالزبط على مين طبعا على الاكواتيك ايكو سيستم ونعمل كده اللي هو ديتيلد او ديتيلد كونتنت يعني اللي هو المحتوى بشكل تفصيلي شوية ونعرف من خلاله انا هقدر اشتغل مع مستر تخصوصه ايه تمام زي ما انا قلت لكم ان شوية شابتر ون ده الواحده عبارة عن ايد كونسبس هنا ون يعني اللي هو شابتر ون كونسبت ون هنا طبعا من بداية كده هنقل ايه كيميكار اكشنز ان زير افكت ان ووتر كواليتي يعني التفاعلات الكيمائية وتأثيرها على جودة المياه اه ففي الاول كده هيعرفني على الاسفير اللي هي الاغلفة في غلاف مائي في غلاف اللي هو الهواء يعني الاتموسفير وغلافه تمام احنا طبعا هنركز على الهايدرو اسفير اللي هو الغلاف المائي وهناخد حاجه اسمه Water Cycle Nature اللي احنا عارفينها ان الماء بتاخد اشكال مختلفة اللي هي الصولد والليكود والجازيوس بحيث ان الصولد ممكن يتحول لليكود والليكود ده يحصل له فيكون الكلاودز وبعد كده يحصل كوندينسيشن فينزل المطر مرة تانية وخلافه تمام بعد كده نخش على الكميكو كومبزيشن وفوتر اللي احنا ده درسناه في سنة تانية اعدادي اللي هو اوكسجين وتو هيدروجين ونعرف البوند زي اللي بتربوت الووتر ملوكي مع بعضها الهايدروجين بوند وخلافه كيميكال بروبيتيز اللي هي الخصائص الكيميائية زي الووتر بلوريتي وهنا نتكلم على حاجه اسمه الكترو نيجاتيفتي اللي هي السليبية القهربية هيدروليسز اللي هو التميؤ او التأيون ان الووتر اللي بيديني بوزيتف هيدروجين ايون ودي مسؤول عن الاسيديك بروبيتي نشوف تأثيرها حتى كان على الاتموس بيبر وهكذا وان زي الووتر بتبقى نيوترل في الاخر عن طريق الاسد بيز بلانس تمام يعني لحد هنا الموضوع جنرال خالص مفوش اي مشكلة تماما بعد كده نخش على اللي هو الخصائص الفيزيائية الخصائص الفيزيائية هي الخصائص الزهرية للميا ودورها في اللي هو توزيع الكائنات الحية او الاقواتيك ارجنزم بشكل عام تماما بشكل خاص اسمه فهنتكلم على الدنسيتي اللي هو كسافة المية ودي بردوس درسناه في بريب تو ويتكلم عن اخد جهاز اسمه هيدروميتر وبعد كده نتكلم على الووتر دنسيتي اند اوشين كورنت واللي هي طيارات المحيط وازاي ان مثلا طبقة التلج بتقدر تحافظ على الكائنات الحية اللي تحتها لان اللي تحتها وبيكون بسبب ان طبقة التلج دي بتعزله عن اللي هو الغلاف الجوي بها كزا ونشوف مصادر الاكسجين وكربون ديوكسايد في الاكواتيك انبيرومنت وايه الحاجات اللي بتعمل كربون ديوكسايد تحت المية تمام وتأثيرها وكذلك الاكسجين ايه زي بيدوف في المية وتأثيره على البيولوجيكال او اللي هما الاكواتيك ليبينج ارجنزم برضو لحد دلوقتي الموضوع جنرال جدا 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 وفوش اي صعوبة اطلقها خلصنا الكيميستري خلصنا الفيزيكس نبدأ ندخل على البيولوجيكال طبعا ده جزء ليه علاقة بالبيولوجية فانا هنا لو لاحظته انا قلت لكم من الخصائص بتاع موضوع الادابتيشن وهنا الادابتيشن ليه تلات اشكال اول حاجة اللي هو التكيف التركيبي حاجات ربنا خلقها في تركيب الكائن ده عشان خاطر يقدر يعيش في البيئة دي والمية دي بالكسافة دي بالدرجة الحرارة دي كل دي حاجات بتبقى اللي هي فيه اللي هو تكيف السلوكي طبعا ده السلوك هو هو عبارة عن فاعل اللي بيقوم به الكائن ده برضه بهدف اللي هو مسلا يحصل على الغذاء بهدف انه هو مسلا آآ يصطاد او انه هو يعيش في منطقة معينة دون غيرها او كده او ممكن تبقى فيه هجرة الاسماك في اوقات معينة من السنة او خلافه كذلك بقى اللي هو الفيسيولوجيكال او الفانكشن ادابتيشن ده ولاد وده كلمة فيسيولوجي بمعنى ادقة اللي هي علم وظائف الاعضاء علم وظائف الاعضاء يعني فيه اجزاء فيه اللي هو الكائن الاكواتيك او المائي ده هيبقى متكيف فيسيولوجيا بمعنى اصح ان العضو ده يقدر يقوم بوظيفة محددة تقدر تحافظ على حياة الكائن بشكل عام وده هنتعرض فيها للأسموزيس اللي هي الخاصية الأسموزية واللي هي بتعتمد على تركيز السلوشن داخل جسم الكائن واللي هو السلوشن اللي موجود فيه الووتر حواليه والحد برضو اللحظة دي الموضوع عام جدا مفهوش اي مشكلة خلص تمام انجنا نشوف بقى التخصص اكتر فهنا كده هنلاحظ ان انا حطت علامة دابوس هنا لان احنا هنا نقود حاجة سماس بالسفك هيت او فوتر اه هنا هتبدأ اولاد تظهر مسائل تمام هنا تبدأ تظهر مسائل فهنا بيقول از افكت اوف هيت اون مارين انفيرومنت انا بتكلمش عن اقواتك بشكل عام مارين اللي هي بحرية تمام تفرق عن اقواتك الاقواتك ممكن يبقى فيها فريش وي اللي هو اه مارين موتر او سلووتر تمام فاحنا هناخد الفرق اولا ما بين كلمة هيت الحرارة قطاقة والتمبرتشر اللي هي درجة الحرارة اللي بتعبر اذا كان الجسم ده فيه طاقة حرية ولا لأ يعني الهيت ان انت خلاص فيه حرارة لو انت عندك هيت موضوع يعني درجة حرارة مرتفعة اذا انت عندك حرارة لو تمبرتشر اذا ما فيش اللي هو حرارة وهنا نبدأ ناخد حاجة اولاد اسمها الحرارة النوعية تمام الحرارة النوعية للماء او هنا بيقول تغيرات درجة حرارة وتأثيرها على الكائنات فهنا كده في مسائل تمام والجزء ده تخصص فيزيائي بعد ماشا شباب بس هل هو بالعمق ان مثلا مدرس ساينز ما يعرفش يشرحه لا بس اولاد انا عاوز اقولكم على حاجة كده بشكل عام المنهج هيبقى فيه اجتهادات يعني ايه هيبقى فيه اجتهادات لازم لازم يعني انا من وجهة نظري صعب ان انت تروح فيزيكس بس كيميستري بس وبيوليجي بس تمام لانتو زي ما انتو شايفين الموضوع متداخل جدا تمام فهنا المدرسين او الزمله طبعا هنحتاج ان احنا نكتهد في بعض الامور لان احنا خارجين كليه تلوم خارجين كليه تربية اللي هي بالاقسام المختلفة فاكيد برضو الامور دي احنا طردنا لها بشكل اه يعني حتى لو عابر بس اكيد ان احنا برضو عندنا فكرة ولو بسيطة عنها فهنا كده بداية اللي هو التخصصية ماشا اولاد طيب بعد كده نبدأ نشوف افكت اف لايت اند سولار رادياشن اه ده انت بشوف انت بتدرس المياه من جول واها ومن فوقها وكل حاجة الضوء والاشعاع بتاع الشمس تمام طيب هو هو فيه فرقة طبعا يعني فيه فروق بسيطة جدا ما بين اللي هو الضوء واللي هو الاشعاع طيب الفرق ده بيتمثل في ايه هنا ان شاء الله ما نيجي نوصل ليه الجزء ده هنبقى ناخد حاجة او احنا اعرفينها قبل كده اللي هي اللي هو الطيف القهرومغناطيسي ونعرف ان اللايت ده بيمثل اللي هو الجزء منه والردياشن ده حاجة بتخرج من اللي هي مع اشعاعات الشمس واللي هي اشعاعات تانية باطوال موجية مختلفة برضو عندنا فكرة مبسطة عنها لكن ان شاء الله هيبقى فيها تفصيل اللي هي اعمق شوية فانا بيقول لي مسلا نتكلم عن وناخد حاجة اسمها فيه فوتو بريودز او اللايت اريا المناطق الضوئية المختلفة طبعا على حسب العمق بتاع اللي احنا بنوصله في المياه هتتقسم المناطق الضوئية تمام في حاجة كمان اسمها التمسيل الضوئي فوتو سنسز كلمة فوتو يا ولاد معناها ضوء تمام فوتو سنسز اللي هو البناء الضوئي وازاي بيتم استخدام ضوء الشمس في اللي هي اه كائنات اللي هي الزاتية التغذية او اللي هي اسمها اوتو ترافيك اورجنزم فيه هنا السولار راديشن والاكولوجيكال بلانس برضو الموضوع هنا يا ولاد يعني في حشو كتير هنا بيقول لي زي السولار راديشن ان ديستربيوشن او مارين اورجنزم وافكت او صولار راديشن ان موتر تنبريتشار ازاي الاشعب يأثر على الحرارة وكسفته برضو اللي هي طيارات المحيط يعني الموضوع ده اه نظري الى حد كبير واغلبه اللي هي ارقام يعني اللي هي للحفظ تمام نرجع مرة تانية زي ما احنا خلاص كده عارفنا ان دي ايه اللي هي حاجة معناها ان هي مسائل تمام وبردو هنا رجعنا تاني مرة ايه اللي هي الفيزيكس اللي هي الفيزيا مرة تانية تمام هنا بيقول لي زي افكت وفوتر بريجر ان ليفنج تمام احنا طبعا عارفين كل ما بننزل تحت مستوى سطح المية ده معناها ان الضغط اللي هو هيزيد علينا في كائنات ممكن تستدار مكلم عن نفسنا كبشر فالكائنات برضو هتتوزع على حسب الضغط المية اللي هو واقع عليها فهنا هناخد بقى حاجات كده ولاد حاجة اسمها بريجر اتبوينت الضغط عند نقطة انزي انتيريور انتيريور معناها باطن باطن يعني تحت خالق اللي هو سائل ساكن جزء فيزيائي بحت فهنا بيقول لي فاكتور زي افكت زي فاليو افف لوويد بريجر اتبوينت انتيريور 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 اتبوينت اه العامل اللي بتأثر فيه الضغط بتاع اللي هو السائل ده عند نقطة معنا فيه وهو خصائص ضغط السائل والووتر برجر كل ده بالتفصيل تمام فهنا بقى بيقول لي رجع كده ربط لي اللي هو بايو بي الفيزيكس اللي هو بايو فيزيكس تمام ازاي يا ولاد يعني مسلا اقول لكم بمنتهى البساطة احنا لما بنيجي منيس الضغط بنعتمد على الجهاز اللي هو اسمه سفيجمو ممانو ميتر اللي هو جهاز الضغط اللي هو بيبقى بواء ايه زئبقى تمام طب هو اساسا البرجر ده خاصية ايه تمام بس انت بتدري بتقيس او عملية حيوية داخل جسمك تمام فاذا انت اعتمدت على الفيزيكس في اللي هو موضوع حاجة تبقى مؤشر للحيوي للكان القدامي ده فهنا هناخد حاجة اسمه اللي هي وسادة العوم او سومينج باك وهنشوف في اللي هو تأثير برضو على السكيليتال اللي هي التركيب الخضروفية بتاع الاسماك وهكذا تمام هنا لو رجعنا تاني كلمة معناها تركيز او كمية تمام اللي هي السلوشن المحل المحلول عبارة عن السوليت و سولفنت تمام فنبدأ نتعرف على الاقوى السلوشن و في حاجة اسمه الخصائص الجامعية للمية زي والحاجات ده اللي هي بتأثر فيها يعني الجزء ده ربط اللي هي غالبا بالكيميستري مرة تانية وهنا برضو بيقول لي على حسب بقى اسمتك و وهكذا و اخر حاجات مقالية شوية هنا بيقول لي بصراحة هنا بيقول لي بيقول لي وهكذا فانا اظن يعني لو بصينا بشكل فعلا الطاغي على الموضوع شوية اللي هو الفيزيكس يعني ده اللي انا بصراحة بلاحظه بشكل قوي بس برضو من خلال قراءتي السريعة الموضوع مش بالعمق اللي يخوف تمام فانت ببقى البساطة هتقرر انت ميال تشتغل مع مين اكتر الموضوع شايفه اكتر من ان هو يعني اه اننا بتكلم مثلا في حاجة البيولوجي لو تبيولوجي مثلا بتكلم حاجات دي كلها تبقى صعبة شوية الكيميستري لو او اللي هو التحليلية او كده تمام الفيزياء الحديثة ده برضو حاجات تبقى اللي هي فعلا محتاجة متخصص قوي فهنا ببقى البساطة انت هتشوف انت ميال تشتغل مع مين لان مدرس واحد فعلا يقدر يقوم بالمادة ان شاء الله عملا اتمنى اكون افدتكم ولو بجزء بسيط ان شاء الله ونندردش بعد كده باذن الله في اللي هما نحاول اعملهم في فيديو واحد مرة واحدة ان شاء الله لو عرفت اطلع في وقت قريب باذن الله شكرا لكم السلام عليكم وشكرا لكم وشكرا لكم وبركة اشتركوا في القناة